بقالنا فترة طويلة متقابلناش بقالنا فوق الشهرين تقريبا يعني شهرين بس مروا عليك سنتين انا بسيب حضراتك للاوقات التقيلة كده يعني متشاطل تقيلة لا لا انت حلقاتك كلها تقيلة انا عارف بقى ان حضراتك موجود دايما معنا فبتشرفنا دايما الصبح بتيجي الصبح انت بتقيت روحي اللي بتسحى بدري في الرياضيين كلنا بنسحى متأخر حضراتك بس اللي بتسحى بدري اخبار حضراتك جاكت نقول الحمد لله يعني ايه يعني بدأت الشكل والاداء والروح يبان يبان مع بعض وان الكرة لما عايزة يعني تمشي عشان تمشي عشان نقدر نجيب يعني هما دي الفرقة برضو اللي احنا اتعدلنا معاها وضيعت من نقطتين صحية في الدوري وكان نفس المدرب نفس اللعيبة نفس الفرقة يعني ما كانش فيه تغيير لكن الحمد لله الحمد لله في المباراة دي يجي ادرنا ان احنا يعني فيه سيطرة فيه اداء فيه اهداف وبرضو فيه اللعب المصري في ايه اللعب المصري ايوا الاسترخاء في نهاية المباراة والاسترخاء يعني انت كده هتخطأ ويبقى فيه تهور ويبقى فيه ضرب الجزاء ويبقى فيه جول يخش فيك يعني هتقول لي الله ما احنا كسبانين ماشي وكل ده جميل بس تبو ليه ليه ما نستمرش على الاداء بتاعنا اللي احنا بنلعب به اللي بدأنا به ما احنا نفس الفرقة صحيح وما غيرش لغاية الشوط التاني ما بدأ فكنا لازم نستمر بنفس القوة عشان يعني مش كده لنا والجمهورنا والفرق المنافسة تعرف ان الاهل عائد وبقوة قبل المباراة يعني اللي بقول انها ان شاء الله بإذن الله يكون من نصيب الاهل ان يقدر يوفقه في هذه المباراة اللي حيكون لها فاصل كبير وحكم كبير على بطولة الدورة طيب برضو خلينا برضو اسأل حضرتك تقلق اللاعبين الجدد كلهم مروان عطية او مش تقلق يعني مشاركتهم مع الفريق مش عايزين نكبر برضو لكن مشاركتهم مع الفريق سواء مروان عطية او خالد عبد الفتاح او محمد الضوي وطبعا بداية المباراة مع كهربا يعني نقدر نور كهربا وخالد ومجموعة دي اللي هم لعبوا في الدور المصري كلناس عارفاهم بس اول مرة تشوفهم مع الناد الاهلي لكن او اللبسين فانية الناد الاهلي اللي لفت نظري واللي هتشعر به ان لاعب له شخصيته والله اداءه والله قوة اللعب ما بيخافش اللعب عنده الجرأة اللي هو محمد الدور محمد محمد الدور اه بصراحة يعني من مسكتروا الكورة بياخدوا الكورة ما بيهبش بيروح للمدافعين على انه يروح ويرقص وريع على الجول هو ده اللي احنا كنا بيشمي ريحة الجول فين احنا عاوزين النوعية دي ايو وهو عنده النوعية دي يعني من نزل في اول كورة مسكها انا فضل ما جري فيها مرعب كله ايوة يعني هو ما عندوش وقت ان هو يضيعه دي عايزة جرأة وعايزة ثقة وعايزة مهارة كمان طبعا ان الكورة معاك وبيترقص وبتمشي وبتروح على المدافع مش بتلف من بعيد الكورة الارضية عشان تروح على الجول هو بيختارك واللي قدامه برأس فيديد بيينلك ان اللاعب زو شخصية ولاعب يعني فعلا مكسب الندلال